من القاهرة ينضم إلينا المستشار مساعد عبدالعاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي إذن أهمية مشاركة البنك الدولي سيادة المستشار إلى جانب الوساطة الأمريكية من ناحية إرساء قواعد وقوانين خاصة بتمويل بناء السدود وإلي مدى هذه القواعد والقوانين تعزز موقف أحد الطرفين بالفعل بنك الدولي شريك مهم جدا وإدخاله مهم جدا أفندم لأن البنك الدولي له خبرات فنية لديه لوائح فنية ولوائح مؤسسية فيما يخص تمويل المشروعات المائية البنك الدولي له خبرة أيضا في حل النزاعات بين الهند وباكستان فيما يخص نهر السند وبالتالي يمكن التأكيد على أن إدخال البنك الدولي يؤيد المطالب المصرية ويدعم وجود نظر مصر فنية لا سيما وإن مصر لا تطلب فقط سوى الارتكان إلى الأصول الفنية والقانونية المعمول بها في إنشاء المشروعات المائية ومصر كانت طلبة من قبل إدخال البنك الدولي لكن التعسف الإسيوبي رفض ذلك وبالتالي يمكن أعتقد أن إدخال أيضا البنك الدولي كان بسبب ما بزلوا سيدة الرئيس عفتاح السيسي في جمعية العامة لأمم المتحدة من ضرورة إدخال البنك الدولي كوسيط فني لو فرضنا أسوأ السيناريهات وفشل الوساطة الأمريكية ما هي الخطوات القانونية اللاحقة بالنسبة لأحد الطرفين أو كلاهما مصر تملك عدة أليات قانونية على المستوى الإقليمي الاتحاد الأفريقي على المستوى الدولي مجلس الأمن والجمعية العامة سد النهضة بهذه المواصفات وتفاقم هذا الوضع يصل إلى وضع توصيف أنه نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين مصر قدمت العديد من المبادرات لحسن النية العلاقات الدولية حضرتك يحكم مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية سيد الرئيس أكد كذا هذا العام والعام الماضي أمام الأمم المتحدة على ضرورة احترام مبدأ حسن النية المظاهر والتعسف الإثيوبيو واضح حضرتك منذ أبريل 2011 وحتى الآن مصر ترتكن وتستند إلى حجة قانونية عديدة يمكن تبدأ من بروتوكول روما 1891 ومعاهدة 1902 كأهم حجة قانونية للدولة المصرية في مواجهة التعسف الإثيوبيو ما هي ضوابط اللجوء للتحكيم الدولي وهل يمكن لأحد الطرفين اللجوء إلى التحكيم الدولي بشكل منفرد؟ التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية اللجوء إليهما حضرتك بيكون عن طريق موافقة الدول المتناذعة هو الأصل العام ولكن هناك طرق أخرى غير مباشرة في ميساق الأمم المتحدة يمكن الولوج إليها وهمها ما نصت عليه المادة 34 من ميساق من أن الأنزاعة القانونية اختصاص أصيل لمحكمة العدل ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يوصل دول المتنذعة في أمور قانونية بوجوبية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وقد طبقها مجلس الأمن في عام 49 في النزاع بين ألبانيا وإنجلترا فيما يخص مضيق كورفو إذن الأليات القانونية موجودة وتتيح لمصر اللجوء ودفاعا عن حقوقها ومصر تملك ملفا قانونيا قويا متينا ولكن صانع القرار السياسي المصري هو من يملك الرؤية والتوقيت المناسب ولعل الوساطة الأمريكية هامة جدا بوجود نظري أن على الأقل أن تحاط أكبر قوة في العالم الوساطة الأمريكية بمظاهر التعسف والغلو الأثيوبي ولكل حديث مقام وحدث عندما لقدر إذا فشلت هذه الوساطة فمصر تملك ومصر تملك الحقوق القانونية والفنية وأيضا الخبرات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوقها المكتسبة في مياه نهر النيل لا ثيما وأنا أؤكد من ناحية الأكاديمية أن كل المسالك وتصرفات الأثيوبية هي تتسم بمخالفة الفجة لسوابة القانون الدولي ويستطيع المفاوض المصري والدولة المصرية أن توظف هذه الانتهاكات الأثيوبية في إطار من التوجه والدعاية الدولية لدى المنظمات المختصة وأيضا الاتحاد الأفريقية يا فنج شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر